السلام عليكم أيها الأخوات ورحمة الله وبركاته قبل أن أبدأ أود أن أقدم شكري الجزيل للقائمين على هذا المؤتمر وأيضا شكري الجزيل لمن تجشم عناء الحضور وساهم في وجوده في إنجاح هذا المؤتمر الورقة التي تقدمت بها أعتقد أنني لست في حاجة بعد أن سمعت الكثير من الصباح إلى الآن لأن أقرأها ولكن وهي موجودة لدى كل أحد كل واحد منكم فضلت بأن أعرض إلى نقاط في غاية الأهمية النقطة الأولى أن التقرير يعد تقريرا ملزما ليس لأن هناك مفردة الإلزام ولكن لأن البحرين صادقت وانضمت ووقعت وتعلن ليلة نهار بأنها ملتزمة بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وأنها ملتزمة بمعاهدة مناهضة التعذيب وأنها ملتزمة بانتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة واتفاقية الطفل والقوانين المنظمة لحقوق العمال التابعة لمنظمة العمل الدولية الإلزام هو من هذا الوحي أو من هذه الزاوية وليس لأن هناك في الأمر الملكي الذي صدر بتاريخ 29 رقم 28 لعام 2011 لتشكيل لجنة تقصي الحقائق فيه شيئا مما يتعلق بأن كل ما يأتي من هذه اللجنة هو ملزم ولا حتى الأمر اللاحق المستدرك الذي قيد حدود عمل هذه اللجنة رقم 29 لعام 2011 الذي حاول أن ينبه لجنة تقصي الحقائق على عدم الاقتراب من ما يعده دستور مملكة البحرين بأنه من أسرار الدولة وهذا فيه نوع من التقييد وأعتقد أن أراد به لأن لا يقترب أبدا من قوة دفاع البحرين أو الجيش أو بعض المواقع التي ربما كان لها مدخل في الانتهاكات هو ملزم ولو لم يكن ملزم لكانت من أول لحظة شعرة البحرين بضيق اختناق من متابعة الدول كل الدول لبحثت عن مخرج آخر ولكنها ما فتئت تؤكد أنها تنفذ التوصيات لأنها تشعر بإلزاميتها هذه جزئية الجزئية الثانية بكونه ملزما أنه يتعلق بحقوق الإنسان لا مفر وكل ما تم ارتكابه كان عملا فضيعا شنيعا سيئا لأبعد حد لا يمكن أن تدعي السلطة بأن هذا التقرير ما جاء فيه من توصيات أعتبرها مخملية توصيات وسطية توصيات مخرجية للسلطة تعتبرها لا داعي لها للتنفيذ من العبث الإسهاب في واقع الأمر مطلاقا ولعل الأستاذ شهزلان وتحية كبيرة إليها الأستاذ شهزلان حينما أشارت إلى أنه من الضرورة التعرض إلى ما يقع في هذه الأيام من جرائم ومن انتهاكات لأنها ملتصقة ولأنها قريبة بالضحايا فهي تشعر بأنه لابد من تكرار هذه الانتهاكات حتى لا يشعر أحدا أنها قد اضمحلت أو ذهبت أنا لا أختلف معك أتفق معك تماما ولكن ليس في موقع مؤتمر يعقد لمدة خمس ساعات أو أربع ساعات نعم هذه المكينة الإعلامية للحقوقيين وجهودهم وعطاؤهم والمحامين والقانونين وما إلى ذلك لا بد من أن يكرروا هذه الجرائم ويؤكدوا على استمرارها لكن هذا المؤتمر يجب أن يصل إلى النتائج في واقع الأمر وأفضل ما يمكن أن يخرج به المؤتمر أن يتوصل إلى نقطة يمكن أن تكون مدخلا أو العتبة الأولى أو الخطوة الأولى على طريق تحقيق التزام لجنة تقص الحقائق لأنه على المدى العامين لا يمكن أن يعطي أحد مجالا لنفسه أن يسهب في عبارة التوصيات لم تنفذ لا لست بحاجة لأن أقول هذا الكلام حتى في ورقة إذا رجعتم كنت أقول أنه من غير الموضوع أن يقول الإنسان لم تنفذ وأعود لأقول من غير الموضوع أن يقول أن المسألة نفذت لأن هناك مساحة أو فراغ موجود هو أنها نفذت نعم قولا دعوا شكلا تصميما لمؤسسات لهيئات لأمانات عامة لوحدة التحقيق هذا نفذت على هذا المستوى أو حتى المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان تم إنشاؤها وقد قيل بأنها أنشئت وفق مبادئ باريس في حين أنها قبل أن تنشأ في هذه المرة كانت السلطة لا تتوقف عن أن تقول أن التي سبقت هذا التشكيل أنها وفق مبادئ باريس ماذا عدا مما بدأ حتى تؤكدون أن التي جاءت الآن هي بالفعل وفق مبادئ باريس أنا أعتقد أنها ليست وفق مبادئ باريس لأن مبادئ باريس لديها شروط دقيقة جدا لا يستطيع أعتل أنظمة الدكتاتورية العنيفة الموجودة في كل القارات لا تستطيع أن تتلعب عليها وليست مملكة البحرين التي لا تمتلك القدرة على أن تتلعب على هذا النوع من المواد الرصينة القوية من العبث أن نقول أنها لم تنفذ لم تنفذ حقيقة لم تنفذ الدليل واحد فقط أن نسبة عالية من الانتهاكات التي غطاها تقرير لجنة تقص الحقائق منذ تلك الفترة لا زالت قائمة إذن حتى وإن نفذت فهو تنفيذ جبان متخلف أخرق غير ناضج غير قادر على لأن الهدف من هذا التقرير وجاء في خمسمائة وكذا صفحة الوفاق لوحدنا فقط قدمنا ثمانية آلاف صفحة إلى اللجنة تخيلوا أن هذا خلاصة 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 الانتهاكات من الثمانية آلاف التي قدمناها إلى اللجنة خمسين ألف ورقة إيفور موجودة عندنا في الملفات التي تقدم بها الضحايا يعني أنت تتكلم عن حجم ضخم من تفاصيل إذا نجي في نهاية المطاف لهذه الخلاصة ولا تنفذ وأستطيع أن أقول وبقوة لم ينفذ شيء ربما يقولون أن المخابرات الآن لا تعتقل المخابرات لا تعتقل بالفعل ولكنها تحقق وهي موجودة وذات أسلوب المخابرات موجود في جهاز التحقيقات في في الغرفة السوداء أنت تنفذ من أجل أن تمنع أم تنفذ من أجل أن تهرب أنت تنفذ حتى تهرب من الاستحقاق لكن لا تنفذ من أجل أن تمنع عودة الانتهاك الذي كان قائما الأمانة العامة للتظلمات وحدة التحقيق الخاصة المفوضية حقوق مفوضية حقوق السجناء والمحبوسين التي يعني لم 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 تشتغل بعده وبتشتغل إن شاء الله والمؤسسة لوطين حقوق الإنسان وزارة حقوق الإنسان تأسيس المحكمة العربية لحقوق الإنسان كلها بهرجات حتى يخلق جو اللي يقعد يواجه كل العالم لما ينقشون أنتم لازلتم تنتهيكم لا 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 قبل كم من يوم حطينا نحن سوينا المؤسسة الوطنية حقوق الإنسان ولما يرد يروح بعد عندها في زيارة ثانية عقب كم من يوم رايحة وعقب كم من أسبوع لازم عندها شي جديد كل هذه المؤسسات كلها تعتبر وبالا على واقع حقوق الإنسان ولم تقدم شيئا أنا لن أكون يعني مجافيا أو مجانبا أو ليكن ظالما لأنه من الصعوب من الصعوبة جدا أن أجزم مئة بالمئة أنها لم تقدم شيئا لا أقول هذا الكلام أقول لم تقدم شيئا فيما يتعلق بإيقاف الانتهاكات لا أتكلم عن ما هو يعني أحيانا نقول أنا جئت كمؤسسة ليعالج ما مضى أحيانا نقول جئت مؤسسة ليعالج ما هو قادم لم تستطع هذه المؤسسات لا محاسبة من ارتكب الجرائم ولم تستطع حتى المساهمة في إيقاف الوقائع التي تحصل الآن في مسألة هامة جدا تعاني منها كل المؤسسات التي أنشئت بأمر ملكي برغبة وزير بأمر أو بقرار نائب عام كالوحدة الخاصة كلها مشكلة الاستقلالية لا توجد استقلالية أبدا ولا حيادية ولا شفافية ولا أمانة أبدا وإن كانت هناك أمانة فإنها تصطدم بقرار أقوى من أن هذه الأمانة تتحقق على أرض الواقع حينما عدت لأراقب الأوراق وجدت أن السيدة جليلة بغير اتفاق طبعا السيدة جليلة السيد أشارت إلى توصيات مجموعة الاستشارات القانونية الخارجية مشورة حول تنفيذ التوصيات المؤسسية لتقرير لجنة اللجنة البحرينية المستقلة لتقص الحقائق التي جاءت اللجنة بهذا التقرير الذي تقريبا يوازي هذا التقرير وفي طبعة أجمل منه جدا يعني وكانت هذه اللجنة مشكلة طبعا من أفراد يعني من مجموعة أفراد لا نعتقد إطلاقا بأنهم يعني جزءا من المفردات التي ذكرتها لجنة تقص الحقائق في توصيتها 17-15 لتشكيل هذه اللجنة كانت هذه طامة تشكيل هذه اللجنة وكان المدخل الخطأ الذي أدخلنا في نفق يخرجنا إلى قارة أخرى غير ما كنا نتطلع الوصول إليه دعوني أقول غياب الاستقلالية غياب الحيادية في كل هذه المؤسسات وإلا كيف يكون وحدة التحقيق الخاصة لديها 335 قضية ولا نجد أحدا خلف القضبان بينما نجد أكثر من 3000 مواطن موجودون خلف القضبان يعني السلطة قادرة على أن تبحث عن شخص ملثم أو غير معروف في الهوية أو في الظلام أو موجود أو كبير أو صغير أو عليه خبر مستعدة تتوصل إليه وتخليف السجون وتحقق إياه بينما منتسب في مؤسسات الدولة سواء كان عسكري أو أمني أو مدني أو غير ذلك في القضاء في النيابة في غيرها غير قادرة على الوصول لأن هذه المؤسسات غير مستقلة وإن كانت أمينة تريد أن تتحقق إلا أنها تصطدم والتوصيات التي قد تسهب أستاذتنا السيدة جليلة السيد في التوصيات التي تقدمت بها هذا الفريق هذه التوصيات معيارية جدا لكن هل تعرفون لماذا جاءت هذه التوصيات؟ جاءت هذه التوصيات لأن الحكومة تفكر كما يفكر بني إسرائيل اليوم جاء موسى وقال إن الله يأمركم أن تدبحوا بقرة يوم يقدمون أسئلة ويبغون المفوضية واش تقول لهم ويجيبوا هذا الفريق يشرح لنا وهل إحنا لازم نجيب التوصيات تقول لك حاسب القتل والمسؤولين والقياديين هاي ما يبقى ليه شيء يجيبون ستين ألف استشارة حتى يضيعون الوقت عبارة شراء الوقت عبارة محاولة الهروب من استحقاق تنفيذ التوصيات هذه من أجلى ومن أوضح السلوك الرسمي أعود في الأخير إلى سؤال تقدمه به أحد الإخوان قال ليش كانت لجنة التقصي ليست دولية لو كانت دولية لربما ما وصلنا لأن تكون هناك لجنة تقصي لأن البحرين ستتحدث وتتكلم عن سيادتها والدولية قد إذا جاءت لا تحصل على نوع من التعاون اللي حصل بأن جاءت هذه اللجنة بدعوة من الملك لم تستطع السلطة أن تتغلب عليها في التقصي لأنها حاولت استطاعت إلى نسبة معينة لم تستطع أن تتقصي كل شيء أولا لأن وقتها ضيق وعملت عملا جبارا أنا التقيت ببعض المحققين كان يشتغل ثمانطعشر ساعة حقيقة يعني بدون مبالغة وتعبوا تعبا كثيرا قدم ولكنها لم تستطع أن تتغلب على مرحلة التقص فاستطاعت أن تتلاعب في مرحلة التنفيذ وأقول لكم لو نفذوا كل التوصيات كل التوصيات بالضبط نفذوها بكامل حذافيرها إذا لم تكن هناك الإرادة الصادقة لاحترام حقوق الإنسان يمكن أن يتجاوزوا على تنفيذ التوصيات اللي حكمناه مؤبد واللي حكمناه عشرين سنة لأنه قتل أو عذب يصدر عنه عفوا بعد برهة إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية لدى السلطة بانتصاف الناس إذا لم تكن هناك إرادة حقيقية بأن ما قامت به السلطة هي ليست شريكة فيه هل تعرفون ما الذي يجعل السلطة تراوغ وتلف وتحاول أن تبحث عن كل المخارج حتى لا تلتزم تعرفون ليش؟ لأنها تشعر بأنها جزءا من الجريمة وهذا الذي يجعلها لا تستطيع أن تعاقب نفسها شكرا لكم